من رام الله ينضم إلينا المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين السيد عصام العروري أهلا ومرحبا بك معنا سيد عصام هذا المعسكر شهد برامج تعذيب وحشية بشكل فاضح وأيضا انتهاك واضح لحقوق الإنسان والآن يتم الحديث عن إغلاق وبرمجة من هم فيه باتجاه السجون النظامية نتحدث الآن عن تداعيات مثل هذه الخطوة الإسرائيلية وتوقيتها أيضا في هذه المرحلة أولا حين احتتحت سلطات الاحتلال هذا المسلق بعيدها السابع من أكتوبر أخطته بالسرية والكتمان ولم تكشف عنه ومنعت حتى الإعلام الإسرائيلي وحتى حاول بعض أعضاء الكنيسة الذين لديهم حصانة برلمانية الوصول إليه ولكنه منع من ذلك فضلا عن استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من معاينة هذا السجن الذي حاولت سلطات الاحتلال من خلاله أن تنسخ تجربة الإدارة الأمريكية في جوانتنامو بأن أعلنت عن كافة من تأسرهم من قطاع غزة صنفتهم بمقاتل غير شرعي وأصدرت قانونا يحرمهم من أي حقوق ولا تطبق عليهم معايير الاعتقال وهذا يشكل خرقا للقانون حتى القوانين الإسرائيلية لأن الإدارة الأمريكية حين فعلت ذلك في جوانتنامو فعلته على أرض غير أمريكية ولذلك اختارت جزيرة جوانتنامو لإقامة ذلك السجن الشعيد وفي هذا المعتقل مارسة سلطات الاحتلال أبشع أشكال التعليب والتنكيد وكشف النقاب تم اعترفت سلطات الاحتلال باستشهاد 36 أسيرا فلسطينيا في داخل هذا المعتقل ولكن يعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير بسبب ظروف غير الإنسانية حيث أن المعتقلين فيه كانوا يقضون ساعات الليل والنهار وينامون حتى وهم مقيدون وحتى حين يريدون قضاء الحاجة يتم استحابهم وهم مقيدين وكثيرا ما اضطروا للتبويل على أنفسهم لأنهم منعوا من ذلك كان يقدم القليل جدا من الطعام لا يوجد أي شكل من الرعاية الطلبية ولا يوجد أي معايير من تلك المعايير الدولية التي يفترض أن تطبق في مراكز الاعتقال وحتى المعايير الإسرائيلية الجائرة التي قررتها النوام العسكرية تنصرت منها سلطات الاحتلال ولكن تم الإفراج عن دفعات متتالية من هذا المعتقل هل لديكم معلومات سيد عصام عن عدد المعتقلين المتواجدين في هذا السجن لأن بعض المعلومات التي تم تدولها ردا على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل للمحكمة بأن هناك 700 معتقال تم نقل 500 فعليا إلى سجن عفر وسيتم نقل 200 آخرين وبالتالي الآن نتحدث عن أعداد المعتقلين إن كانت لديكم إحصائية وما هو مبدأ الاعتقال الذي سيتم بناء على توزيع هؤلاء المعتقلين إلى باقي السجون هل هناك تهم ستوجه لهم بشكل رسمي؟ حسب معلوماتنا أن وفق روايات من نطلق صراحهم يوجد في هذا المعتقل 15 براكسا وهو أصلا كان قاعدة جوية لجنود الاحتلال الإسرائيلي أنشأوا عدد من البراكسات على عجل كان فيه 15 براكسا وكان كل براكسي أوي 25 إلى 30 معتقلا وتمت إضافة خيام ومباني إضافية إلى ساحاته ولم يكتب في أي مرة اعتراف رسمي عن عدد المعتقلين وحتى ما قم التصريح به من أنه تم نقل 500 معتقل صحيح أنه يتم نقل معتقلين من هذا المعتقل إلى قسم 23 في سجن عوفر الواقع غرب رامالله وهؤلاء الذين يتم نقلهم هم من تنوي سلطات الاحتلال تقديم لوائح اتهام لهم وتقديمهم لمحاكم عسكرية بتهمة الدعم أو التعاون مع المقاومة أو غير ذلك من اتهامات ولكن طريقة انتزاع الاعترافات من هؤلاء وطريقة البحث عن إدانات لهم تشكك في صحة الرواية الإسرائيلية ولكن أيضا من يتم نقلهم يتم نقلهم كما أسلفنا إما إلى معتقل عوفر أو إلى معسكر يسمى عناتوت يقع شمال شرق القدس على أراضي بلدة فلسطينية اسمها عناتا ويقع فيها معسكر لجيش الاحتلال هناك كان قد يقيم على عجل معسكر اعتقال كبير بسعة عشرة آلاف معتقل إبان الانتفاضة الأولى وجرى إغلاقه في تسعينات القرن الماضي ليعاد افتتاحه مؤقتا وفي هذين المعتقلين حتى في معتقل عوفر الذي معظم نزلائه من معتقلين ضغفة الغربية الذين يتم التنكيل بهم ولكن معتقالي غزة يتم حشرهم في قسم خاص ممنوعون من أي احتكاك أو لقاء بمعتقلين من الضغفة الغربية روى شهود عيان وممن جرى إطلاق صراحهم من معتقلين الضغفة الغربية أنهم كانوا يستيقضون على صراخ المعتقلين وعلى عمليات التنكيل بهم حيث يتم إخضاعهم لعمليات ضرب وتنكيل يومية من وحدات خاصة في جيش الاحتلال ومن بعض الشهادات أيضا وجود أطفال ونساء وكبار في السن من ضمن المعتقلين وهذا يقودنا إلى التحركات في السياقات القانونية سيد عصام كيف يتم العمل الآن على التحرك في سياقات قانونية لمحاسبة الاحتلال على مثل هذه التصرفات وهذه الانتهاكات في حقوق الإنسان هذا ملف آخر يضاف أيضا إلى الملفات الأخرى باتجاه الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية والمحاكم الأخرى هل هناك تحركات واضحة؟ نعم جرى جميع عدد كبير من الإفادات من معتقلين سواء كمن كانوا في سيدي تيمان وهو يقع في منطقة غلاف غزة على تقوم صحراء النقب في منطقة شبه صحراوية وجرى جميع إفادات من من أطلق صراحهم وقاصة من أطلق صراحهم في قطاع غزة وجرى تقديم بلاغ لمحكمة جرائم الحرب لأن هناك مخالفات عديدة أولها أنه يمنى على سلطات الاحتلال أن تقتاد المتقلين من منطقة مقتلة إلى منطقة خارجها وحول العزل وجريمة التعليم التي تركت آثار على بعضهم بعضهم خرجوا بأطراف مبتورة وبعضهم خرجوا بحالة صحية ونفسية سيئة وهناك تقارير طبية تم تقديمها ومن المعروف أن جريمة التعليم تقع في إطار الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ويمكن لضحاياها أن يقاضوا المتسببين بذلك وأن يفرضوا على دولة الاحتلال يحق لهم التعويض عن ما تعرضوا لهم جريمة التعليم وما تسببت به لهم من عاهات وويلات ولذلك فإن صفات الاحتلال تحاول في خطوة استباقية أن تهرب من هذه الاستحقاقات التي تسببت بها وبعد أن فضح أمر هذا السجن وما يجري في داخله ولكن ما جرى قد جرى والكثير منه بات موثقا ومدعما بتقارير طبية وبشهادات موثقة من أصحابها وجرى تقديم بلاغات أولي لمحكمة جرائم الحرب بهذا الصور شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة كنت معنا السيد عصام العاروري المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين شكرا لك